تنفيذاً لتوكيهات الدولة بدرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين أعلنت مديرية الصحة بالمينيا عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظامي وذلك دمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان وقالت مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمينيا وفاء بدوي إن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة مشيرة إلى أن المرحلة الثانية للحملة ستكون بالمينيا ابتداء من اليوم وحتى السادس والعشرين من أغسطس من الشهر الجاري بنبدأ المرحلة الثانية من حملة حقك تنظامي بتعليمات سيادة الوزيرة الصحة هلا زايد وبرعاية قطاع السكان دكتور حسام عباس المرحلة الثانية بتستهدف خمس إدارات هما درمواس وملوي وبورقاص والمينيا ومغيغة بنقدم فيهم خدمات تنظيم الأسرة في المراكز الحضرية سواء المراكز الطبية أو رعاية الطفولة أو المستشفيات وكمان بننتقل للقرى بالعيادات المتنقلة بتاعتنا وبالأخصائيين والاستشاريين بتوعنا بنقدم جميع المجانية لتنظيم الأسرة ترجمة نانسي قنقر